السلام عليكم ازايكم؟ اخبار جديدة واخبار مهمة جدا والحياء الاخبار اللي معانا النهاردة كريبة انا وعمام ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان قائد مليشيات فاجنر يفجيني براجوجين طلع قال انا عاوز انسحب من بخمك عاوز اسلم مواقع بتاعتي لقوات الشيشانية حياء لحد هنا الكلام ماشي لان يفجيني براجوجين طلع عادي دكتور من مرة ان هو عاوز انسحب من بخمك وعاوز يسحب قواته ليه؟ لان هو بيدعي ان الجيش الروسي بيوفرش ليه الزكيرة بشكل كبير وان الجيش الروسي بيتعمد تأخير الزكيرة عن مليشيات فاجنر ده اللي ادعاه يفجيني براجوجين وقال انا مش هعرف اكمل الحرب كده انا حسحب قواتي الحقيقة الاعلان ده جريب جدا ليه؟ لان لأول مرة يفجيني براجوجين يحدد معاه كل مرة بيهدد نوعه انسحب بس عمره ما قال حنسحب انت المرة دي هو طلع قال انا حسحب قواتي من بخمط يوم عشرة مال يعني بعد يوم عيد النصر اللي بتحتفل بيه روسيا في ذكرى انتصارها على النازيين بيوم واحد حيطلع يوم عشرة يسحب كل قواتهم بخمط طيب لما يسحب قواتهم بخمط هيسيبها الاوكرانيين يستعيدوها تاني؟ قال لا انا حديها للكوات الشيشانية الحقيقة طلعت صور كتير قوي ليه يفجيني براجوجين وهو بيسلم على رمضان كادريوف اللي هو القائد الشيشاني الكبير الموالي لبوتن واللي بوتن عمالي رقيه اكتر واكتر عشان يكسب ولايه والحقيقة ان الاعلان ده كان قوي جدا لدرجة انه طلعت فيديوهات لرمضان كادريوف وهو بيجتمع مع القادة بتوعه اللي هياخده اماكن ميليشيات فاجنر في بخمط ساهم حركة هتشوف كده بظلط السلام عليكم السلام عليكم لاستخدم انه لاقموًا لاقموًا سويا قيل انه طلبه انه براجم وفحوظ dinner انه قائم محدود انه بغنیا انه سويا منهم سويا منهم انه لم يفيد و раза فإنسه استد transportنا بخمط وعلا سوعي انه ي심ع انه باردخنا انه بطلنا انه بغناء انه بغناء انه تقامي بخلاق صحيح! معنى كده ان اعلان يافجيني برجوجين مش تهريد يعني الراجل ده مكمل في تهديده والاكتر ان طلع بيان رسمي موقع عليه يافجيني برجوجين ومنزله على القناة بتاعته في التاليجرام يقول فيه انا حبتدي اسلم مواقع بتاعته في بخمت يوم 10 مايو وده بيان رسمي لأول مرة يتم اصداره وتوقيعه من يافجيني برجوجين الى ان من عدة ساعات طلع يافجيني برجوجين تصحب كل الكلام ده ولا ننكمل انا هكمل في الحرب وا هكمل ان انا اواصل القتال في بخمت طب ليه ويه اللي حصل ايه اللي خلى الراجل ده هيرجع في الكلام بشكله الاخطر من كده ان رئيس المخابرات الحربية في اوكرانيا طلع وقال يا جماعة بوتين او روسيا مش هيشنه هجوم كبير خليبه لك كيرلو بودانوف ده ده اخطر واحد في اوكرانيا حاليا لان الراجل ده سلوكه عدائي تجاه الروس طلع قال الروس مش هيشنه هجوم كبير ايه مباراته وليه قال كده وهل تحت يده معلوماته خبر التالت هو خبر ممكن يكون الاخطر ان بروسل او الناتو او الاتحادل الروبلي بيحاول يدرس ان هو يفرد عقوبات على شركات صينية اللي بتادي تورد اسلحة لروسيا خد بالك من الحتة دي او مش اسلحة تامة الصنع بس قطع غيار الشركات الصينية بتاعت تساهم في حرب اوكرانيا واول حد بعد التقرير ده او كتب عن التقرير ده هو فانانشل تايمز البريطانية وطلعت كتبت كده وبعديها رويترز طلعت نقلت عنه مش معنى الخبر ده مهم لان النهارده هنري كيسينجر بيعلق على تدخل الصيني في اوكرانيا مش بس كده بيل كلينتون نفسه يطلع يعلق ويقول بوتين كان وعدني قبل كده ان هو هيخزو اوكرانيا وانا مخدتش بالي ومحذرتش الاتحادل اووروبي او النيتو في الوقت ده بص اخبار كتيرة واخبار مهمة جدا بس لازم تعرفها عشان تقرأ بمشهد بشكل كبير وتبقى عارف الاخبار اللي تسمعها في قناة الاخبارية دي بتدل علي بس عشان اشرح لك كلام ده كله وتفاصيله لازم قولك القصة من الاول بعد التهديد بالانسحاب عاد بريقوجين ليعلن انه تلقى وعدا من الجيش الروسي بالحصول على الذخائر والاسلحة التي يحتاجها مقاتلوه لاستكمال القتال في بخمود شرق اوكرانيا تعلن وزارة الدفاع الروسية تمدد قواتها على منطقتين اخرين طرحات المفاوضية الاوروبية فرض عقوبات على سبع شركات صينية متهمة ببيع معدات يمكن استخدامها في اسلحة الحرب الروسية بما قال قائد القوات البرية الاوكرانية ان القوات الروسية تخطط دور الاستلاء على المدينة في التاسع من مايو الذي يوافق ذكر يوم النصر قبل اخش في الموضوع قبل اكشاف لك التفاصيل كان لدينا يقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو باترهاوس بحيئة باترهاوس موجودين عند مدينة الجلالة مدينة من الجيل الرابع بليها مستقبل باهر مدينة دي بالفعل شكالة واعزة اولا حرك انها كاملت تماما جاهز على الساكت جمال المدينة دي موجود فيها منتجعة اسمه فيدالة تابع لباترهاوس منتجعة ده مميز جدا على ارتفاع سببا مية وخمسين فوق سطح البحر هي منتجعة مبنية على مساحة التمنتاشر في المية فقط فقط من ستة وخمسين فدالة وهتلاقي بقى المساحات بقى موجود فيها خدمات يعني بحرات حمامات سباحة خدمات بيوتي سنتر جولف لا استلعب جولف واي فاي سنتر دراي كلين هاوس كيپنج بص كل الخدمات موجودة هناك في منتجعة بيدالة واحسن حاجة موجودة في المونتجعة ده ان هو اصلا مبني والحقيقة العرض اللي معان النهاردة ميزتوا بقى ان احنا بنتكلم مع الفيلات عندهم الفيلات مميزة جدا كامل التشطيب على الطراز العربي الاسباني وهناك برضو فيه شريهات لو حد عاوز وحدات اصغر كمان والشريهات دي ممكن تبدأ من خمسة وستين متر فما فوق وعندك بقى كل المساحات متوفرة الجديد عند باترهاوس هو في نظم السداد عاملين نظم السداد مريحة للغاية يعني ممكن تدفع فقط 10% او 15% من قيمة الوحدة وتسد باقي اقصات الوحدة على 6 سنين او 7 سنين والحقيقة ده نظم سداد مريح جدا بس الاكتر كمان ان انت ممكن اصلا ما تدفعش اي مقدم وتبتدي تسديد الاقصات فورا والنظام ده بيبقى على 4 سنين فقط اما العرض الاخير وهو الاقوى خلي بالك دلوقتي الناس بتحب تأجر كتير خاصة ان انت عارف العين السخنة مغرية جدا سياحيا باترهاوس ممكن حتى لو انت مش موجود في وحدتك تأجرها لك وتستفيد من عائد الايجار ده في تسديد الاقصات وتحس ان الوحدة اصلا بتصرف على نفسها من غير ما تستخدم فلوسك الشخصية ولو عاوز تبص على وحدتك بنفسك الشركة هتوفر لك تسكيلة طيران مجانية عشان تيجي وبص وتعاين وحدتك بالفعل هسيب لحلالة كرارات بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم لانهما شركة محترمة جدا وانا برشحهم لحضرتك نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه اللي معانا النهاردة جديد ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيما يخص حرب روسيا اوكرانيا فهي الاعلام والمحللين العسكريين والخبراء الامريكان وحتى الخبراء الاوكرانيين والروس فتح ليلهم لحرب اوكرانيا ابتدوا يتطفقوا على خطوط عريضة كده في اتجاه روسيا تجاه اوكرانيا وهي ايه؟ هم قالوا ان حاليا محدش فاهم الاستراتيجية الروسية في اوكرانيا يعني خد بالك بقى من الحد دين لا الامريكان فاهمين ولا الاوروبيين فاهمين ولا اي حد محدش عارف بوتين حاليا بيعمل ايه؟ خالص ليه؟ كمية الزكيرة اللي اتبعت من كبر روسيا داخل اوكرانيا كتيرة جدا جدا ومحدش شايف لها تأثير هتقول لي لا اصل الاوكرانيين تصدوا ليها وهزموها وضمروها لا هي الاسلحة دي ما شاكتش في القتال تاني حاجة 300 الف جندي اللي سلعاهم بوتين وعملوله مشاكل كتيرة جوا روسيا والروس اول ما طلع عمر الاستعادل هرجوا برا روسيا وراحوا اماكن كتيرة جدا خوفا من التجنيد 300 الف جندي دول لحد دلوقتي ما شاركوش في العاملات القتالية مش بس كده وزير الدفاع البريطاني نفسه طلع قال ان 97% من الجيش الروسي داخل اوكرانيا هو فيه؟ كلام ده كله امر غريب بس الخطوط العريضة من الامور دي كلها اللي اتفق عليها المحلين ان بوتين ما عندوش نية لغزو كامل اراضي الاوكرانية خلينا اتفق على الموضوع ده يعني بوتين خلاص ما بقاش عنده النية ان هو يوصل بكواته لحد كيف او ده اللي الامريكان التددوا يتفقوا عليه تاني حاجة اللي طلع قال وحل الموضوع ده كله هو رئيس الاستخبارات العسكرية الاوكرانية اللي اسمه كيرولو بودينوف كيرولو بودينوف قال كل الاسلحة اللي ببعتها بوتين لاوكرانيا هي اسلحة دفاعية وهو عاوز ينشئ خطوط دفاعية ضخمة جدا خاصة ان خط المواجهة بين روسيا واوكرانيا هو 1000 كم وبوتين بيتوقع هجوم مضاد اوكراني فكل الاسلحة اللي انتوا شايفينها دي اللي روسيا بتبعتها لاوكرانيا هي لإقامة خطوط دفاع كبيرة وتصدي لهجوم مضاد الاوكراني ده تحليل رئيس المخابرات الاوكرانية ده حاجة داني حاجة السيانة انتفقت عن موضوع ده لانها بتاعت تحلل النهاردة على فكرة الموكرة دي لانزل النهاردة بتاعت تحلل ان تم رؤية ال T55 او الدبابة الروسية اللي تم انتاجها 1948 واللي بيتمر قويتها دلوقتي انها راحة على خطوط الكتارات وخطوط السكر العادية للجابهة في اوكرانيا والتاعت تقول عفكرة الامر ده خفير جدا ليه قالت لك الروس بيعتمدوا على دبابة ومفروض ما كانها ماتحف مش مكانها الحرب بس دي اشارة مهم قوي ان روسيا عاوزة تجهز قواتها بكل ما تملك من زكيرة قديمة جديدة كل ما تملك روسيا من زكيرة هتزقها عالجابة الدبابة ال T55 هي جيدة جدا ليه لانها سهلة في الاستخدام مش محتاجة تدريب كبير وفي نفس الوقت هي قدرة نيرانية اكيد 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 اقوى من الرشاشات فهي كويس روسيا تمتلك مئة الف قطع من الدبابة ال T55 دي عندها كمية كبيرة جدا منها فروسيا بتبعت قدرة نيرانية بس اي انا ان بتقولك الدبابة دي قدام روسيا يتبعتها لازم يكون في بعض المحازين اولا الدبابة دي ما ينفعش تخش في القطال مباشر ضد الدبابة تانية يعني الدبابة دي ممكن تتحط كموقع دفاعي انها متهاجمش تانية حاجة هي هتبقى مفيدة في حرب الشوارع يعني اكيد اكيد لو انت عاوز تضرب مبنى مثلا هيبقى عندك دبابة قادرة على قصف المبنى فالدبابة هتبقى كويسة تالت حاجة انها ممكن تتحط في الخطوط الدفاعية وتبقى قدرة نيرانية جيدة زي المدفع وده فقط المواقع اللي روسيا ينفع تستخدم فيها الدبابة T55 انها ما ينفعش تستخدم الدبابة T55 في اي حتة تانية في الحرب خالص فده مؤشر يتطفق مع رؤية رئيس الاستخبارات الحربية كيرلو بودنوف في رؤيته ان روسيا عمها تبعد كل اسلحة دي لاتخاذ موقف دفاعي انما روسيا مش هتشن هجوم كبير زي ما هم نفسهم قالوا وهم نفسهم اللي توقعوا وقالوا العالم كله ان روسيا بتحضر لمجزرة هو رئيس المخابرات الحربية الاوكرانية بيتطفق عليك ماشي بص في الاخر انا بجيب لك رأي اوكرانيا ورأي روسيا يعني مرة اللي فات في فيديو اللي فات جيت قلت لك ان اوكرانيا والاوكرانيين ادعوا ان هما اسقطوا صاروخ كينجال اللي هو صاروخ اسرع من الصوت والروسيا بتتفخر به اوكرانيا قالت انها اسقطتوه بالباتريول بس انا اكدت لحضرتك الامريكان ما عندهمش معلومة دي والاعلام الامريكا امال ينقل زي الاعمى من الاوكرانيين بس مفيش حد يأكد المعلومة دي لا الروس قالوا اصلا ان هما استخدموا الصاروخ كينجال في قصف اي هدف داخل اوكرانيا ولا في اي صور او فيديوهات تدل على اسقاط الصاروخ ده ولا اي حاجة بس اوكرانيين بيتدعوا كده نمشي معهم ونمشي مع وجهة نظرهم مش مشكلة نسمع من ده ونسمع من ده طب الروس بيقول لك ايه بقى الروس حاليا اشهر واحد فيهم مش بوتن بالك بحيط ايه روسيا وجبهات القتال الشهير فيها مش بوتن الشهير فيها يفجيني بريجوجين قائد مليشيات فاجنر ليه شهير؟ شهير بتصريحاته قوية جدا وفيديوهات العمالة ينتجها كل شوية وليه الفيديوهات دي تعمل قلق؟ لان هو بيطلع يتكلم من الجابهة يعني الراجل ده مش قاعد في مكتبه وهو بيتكلم لأ الراجل ده عنده واحد ستين سنة وموجود عالجابه مع مليشيات فاجنر في بخط تاني حاجة مليشيات فاجنر حاليا هي الانشط في الجيش الروسي كل الجيش الروسي واقف بيعمش حاليا الوحيد اللي بيحارب هي مليشيات فاجنر فالقائد ده فيديوهاته خطيرة جدا وسريحة الانتشار ولما بيكتب على القناة بتاعته في تليجرام الاعلام الجاربي عمال ينقل منه فالرجل بيزداد شهرة بشكل كبير قوي في الساعات الماضية الراجل ده كان ترند في اكتر من بلد يافجيني بريجوجين ومليشيات فاجنر طلعوا ترند واكتر حاجة طلعته ترند هو الفيديو اللي عمله وقالنا حنسحب من بخم لكننا واصلنا المضي قدما قبل شهر توقفوا عن تزويدنا بالذخيرة ولم نحصل الا على عشرة في المئة كنا بصدد الاستيلاء على باخمت بحلول التاسع من مايو عام الفين وثلاثة وعشرين تزامنا مع يوم النصر وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك اوقفوا امدادات الذخيرة ابلغ وزير الدفاع رئيس الاركان العامة والقائد الاعلى للقوات المسلحة رسميا ان رفاقي لن يتكبد خسائر غير مجدية وغير مبررة في بخمت دون ذخيرة لذلك في العاشر من مايو عام الفين وثلاثة وعشرين سننسحب من بخمت ليه طلع ترند ان هو حدد اليوم اللي حينسحب فيه ليه بقى قائد من الشياد فانجنر عاوز ينسحب من بخمت برغم ان هو كان طلع في فيديو قبل كده وقال ان هو اكتشف مخزن زكيرة كبير ومخزن زكيرة ده كافي لتسليح مليون شخص وقال انا عندي مقدرة تسليح جيش تاني غير من الشياد فانجنر انا عندي مقدرة والسلاح اللي تحت يدي كافي لتسليح مليون شخص ماشي ليه بقى الراجل ده عمال يتهن الجيش الروسي ويشتم فيه قائد الجيش الروسي في اوكرانيا اللي هو جراسيموف ويشتم فيه وزير الدفاع الروسي نفسه اللي هو سلجي شويجو ويقول لهم انتو بتكونونا وانتو مش عاوزين تباعاته السلاحة بلسابة بسيط اولا الراجل ده بيدور على اسلحة تقيلة مش اسلحة خفيفة يعني عاوز دبابات عاوز سواريخ عاوز حتى طيارات على فكرة فيه مليشيات باجن اللي بيبحث عنه ده اول تحليل بس تحليل التاني اللي قالته النيويورك تايمز وقالت حتى فكرة الراجل ده مش فقط بيبحث عن اسلحة ايه لا هو عاوز تسليح لان هو اصلا عارف ان الكوات الاوكرانية هتشن الهجوم مضاد على مليشيات باجن في بخت فالراجل بيستجد الجيش الروسي انه بيعتوله اسلحة اكتر انا محقق نجاحات كبيرة وانا خلاص فضلي حي واحد والحي الواحد ده اا لو سقط كل بخمط هتتحرر ماشي بس انا عاوز زخيرة عشان اعد نفسي للهجوم مضاد اللي هتشنه علي الكواتر الاوكرانية ده اللي بيعس عليه ااا يافجيني بريجوجن هو عاوز يأمل نفسه يافجيني بريجوجن فجأة كده قالك مش هنسحني انا تمام قول وانا قاعد في بخمط وعلى فكرة بعد الاعلام بتاعه اللي هو قال انا قاعد في بخمط ابتدت القوات بتاعة فاجنر انها تشن هجوم اكثر ضراوة على اا قواعد القوات الاوكرانية في بخمط كما يعلن قائد مجموعة فاجنر عدوا له عن قرار الانسحاب من المدينة بعد ان تلقى قرارا رسميا لمد قواته بالذخائر وانا حوريك فيديو يوريك ازاي ميشيات فاجنر عمالة هاجم وازاي في الساعات الماضية وانا مغطاش الاعلام الجاربي ان ميشيات فاجنر بتاعت تقدم في شكل كبير خاصة في اخر 72 ساعة اخر 3 ايام بالضبط ابتدت ميشيات فاجنر تشن هجمات كبيرة جدا وتاخد مواقع كبيرة جدا اا في اوكرانيا ايه السر في بقاء يفجيني بريجوشن السر حاجة واحدة بس ان الجيش الروسي حيرسل بالفعل زخيرة لبريجوشن كل الزخيرة اللي هو طلبها حيرسلها ده بابات ماشي سواريخ ماشي اسلحة قيلة كل اللي انت عاوزه الجيش الروسي حيلبيه ليه طيب يظهر لبرضه سؤال سألته نيويورك تايمز ليه روسيا بعد ما يفجيني بريجوشن طلع وشاته موزيل الدفاع ليه اصلا الجيش الروسي يلبي طلب يفجيني بريجوشن لسبب بسيط ان اولا اللي بتقوم بيه من الشيات فاجنر ده خدمة لا يمكن تعودها بالنسبة للجيش الروسي ده اولا نصد تاني حاجة اللي بتقوم بيه من الشيات فاجنر ده مع كل تقدم في كل كيلو متر عدد الضحايا اللي بيفكت من الشيات فاجنر كبير جدا لان هم بيخوضوا حرب شوارع فعقد القتلى كبير بس روسيا بتحسبش عليه يعني ايه يعني القتلى اللي بيقوم من الشيات فاجنر دول سجناء محكوم عليهم بالاعداد واخدين مؤبت فيقع منهم زي ما يقع وما بيعملوش اضطرابات داخل المجتمع الروسي لان هم اصلا كانوا ميتي ميتي فمش محسوبين او بيعملوا اي اضطراب في المشهد السياسي الروسي غير لما انت تعمل امر استدعاء لتلتمئة الف جندي والجنود دول يموتوا بيعملو لك قلق ده كلمجتمع انما اللي بيسقطوا من مليشيات فاجنر دول على اللي سود يعني عادي ولا كأن الاعلام الروسي شايفهم ولا المجتمع بيتطارب ولا اي حاجة فدي خدمة اللي يمكن تعودها تالت حاجة لان مليشيات فاجنر نكت واي قوة تانية هتخش بخمت لسه هتتعرف عالتداريس لسه هتاخد بقى يهاجموا منين الاوكرانيين مواقعهم فين مش حيب عندهم نفس الخبرة الكتالية اللي اكتسبتها مليشيات فاجنر في طول حربها في بخمت فعشان كده الجيش الروسي متمسك بمليشيات فاجنر وبرغم ان هم مدايقين جدا من تصراحات يافجيني بريجوجين الا انهم بيلبولوا طلباته يظل سؤال تاني مطروح مين قال ان الجيش الروسي هلتزم فعلا بإرسال زخيرة ليه يافجيني بريجوجين قال لك بسبب واحد بس يافجيني بريجوجين طلع قال ان اللي حيتوسط بيني وبين وزارة الدفاع الروسية هو سيرجي سروفوكين سيرجي سروفوكين او مسامينه ارمجادان جانرال او قائد الهلاك الراجل ده اللي استعان به بوتين ومسكه قائد الكوات الروسية في اوكرانيا وبعد كده كان لها درجة اقل وجاب فوقه جراسيموف بس القائد ده قوي جدا جدا والغارب على فكرة معجب باداءه لان هو غير عقيدة الجيش الروسي وعمل نجاحات كبيرة جدا في خيرسون برغم الانسحاب منها ونظم الكوات الروسية جامد جدا وكان له بعض النجاحات طب ايه بقى اللي مخلي يافجيني بريجوجين يصك في اسرجي سيرفوكين لسبب بسيط اول انيفجيني بريجوجين بميليشيات فاجنر كان بيحفو مع سيرجي سيرفوكين في سوريا فالاتنين اليهم علاقات جيدة جدا والاتنين بياصدقوا في بعض بشكل كبير فكون انيفجيني بريجوجين يقول ان سيرجي سيرفوكين هيتوسط بينه بين وزار الدفاع معل aqu Tuft Tips يعني fingers الكوات الروسية في اوكرانيا كان كل الإعلام الروسي بيتكلم إن كده نفوذ فاجنر حيزيد لإن سيرجيس ريفوغين بيصب جدا في مليشيات فاجنر زي ما هم بيصقوا فيه فعشان كده يفجيني فريجوجين بقى على ثقة تامة إنه ضد دفاعه هتلتزم وترسله الزخيرة اللي هو عاوزها طيب ليه أصلا وده بقى رسولة الرابعة ليه أصلا الكوات الروسية بتأخر الزخيرة لمليشيات فاجنر هل مثلا ما عندهمش زخيرة لا عندهم بس هم عاوزين إن مليشيات فاجنر ما تاخدش سطوة في الحرب وخلي بالك الحرب لو انتهت ومليشيات فاجنر دي عملت دور بطولي الناس دي كلها تخش جواه مجتمع الروسي وهم أصلا مساجين ومطاريد وقتلة فحيرجعوا تاني لأن هم حياخدوا وعرفوا رئاسي لو الحرب خلصت وهم تقدموا حيرجعوا تاني يتغلغلوا داخل المجتمع الروسي وممكن يفسدوا فيه فمن مصلحة روسيا زي ما من مصلحة أوكرانيا إن يقع أكبر عدد من القتلة من الشيات فاجنر عشان كده بيأخروا عليهم زكير خليهم يموت مصلحة واحدة فلازم تعرف كده طب قدام التحليل ده إن روسيا عاوز تتخلص من الشيات فاجنر زي ما أوكرانيا عاوز تتخلص منهم ليه بقى حيبعتولهم الأسلحة لأن المشهد اكتلف بعد ما تم ضرب الكريملين والحرب بشكلها حتطول معنى كده إن روسيا هتبتقيت اعتمد أكتر عالم الشيات فاجنر مش هتخلى عنه المشهد الفترة القادمة عكس الرواية اللي بيقولها رئيس مخابرات الحربية الأوكرانية لا المشهد داخل في ظلام فالجيش الروسي محتاج مشهد فاجنر طيب إيه الخبر الخطير اللي معنا طلعت طلعت على فكرة الاتحاد الأوروبي يبتدى يرى إن في بعض الشركات الصينية ابتدى يبقى ليها دور فعال في دعم الجيش الروسي القطع الغيار والتسليح وإن الشركات دي هيبتدى الاتحاد الأوروبي يفرد عليها عقوبات الشركات المقترحة ضمن العقوبات هي مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية أصلا أبرزة 3HC سامي كوندكترز كينج باي تكنولوجي وسيجما تكنولوجي القائمة المطروحة بحاجة إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة قبل أن تدخل حيز التنفيذ طب ما يفردوا عقوبات من التحاد الأوروبي على الشركات الصينية دي هتبتدى الصين تخرج برا مشهد وتنحز أكتر لروسيا وده اللي مش عاوز التحاد الأوروبي التحاد الأوروبي مازال متمسك بأمل إن الصين تبقى رعاية السلام وتوقف بوتين عند حده خلي بالك لما بوتين كان بيهدد بقصف أوكرانيا بالنوي اللي خلى بوتين يتراجع هي الصين فالصين وسيط قوي جدا التحاد الأوروبي شعاوز يكسارها حتى لو الشركات الصينية ابتدى يتم رؤيتها إنها بتدعم الروس بحاجة أوروبي عاوز يستنى كوي هي تمهن في القرار بتاعها طب مين قال أصلا إن الصين ممكن تبقى رعاية سلام ما ممكن أصلا الصين تبقى منحزر روسيا ملاو لسبب بسيط حتى لو الصين منحزر روسيا بس فيه آمال على الصين لأن الرئيس الصيني كان عرض مبادرة السلام من 12 نقطة وهي دي مبادرة السلام الوحيدة القوية بين الغرب والروس الراجل التعلم زي ما بيقولوا عليه توقع إن الصين تلعب دور سلام قوي جدا وتنهي الحرب بنهاية السنة ده هنري كيسنجر قال لك بنهاية السنة الصين هتكون استكفت من حرب روسيا و أوكرانيا وعاوز تلعب دور السلام زي ملعباته في الشرق الأوسط بين السعودية وإيران عاوز تاخد بنت برضو وتتكلم مع الروس ويوقفوا الحرب دي بنهاية السنة ده اللي قاله هنري كيسنجر فعشان كده التحاد أوروبي برغم رؤيته للشركات الصينية بيستنى شوية آخر خبر خاطئ معنا النهاردة وهو خبر قوي جدا طلع بيل كلينتون بيل كلينتون هو رئيس أمريكا الصابق وكان رئيس أمريكا وكان عنده فضايح كتير وكان ده بس حاليا هو عاوز يظهر عن مشهد راجل سنه كبر عاوز يرجع للمشهد دي فتلاقي كل شوية تصريحات منه بس هو قال أنا كنت قاعد مع بوتين في 2011 هو قال كده وقال إن هو قابل بوتين في مؤتمر أو منتدى ديفوس الاقتصادي وبوتين لما قابله قال له أنا مش بيحترم وثيقة بودابست إيه وثيقة بودابست وثيقة بودابست دي وثيقة كانت توسطت فيها أمريكا إن أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان يسلموا الترسان للنواية بتاعتهم مقابل إن روسيا تحتنم سيادتهم على الأرض دي كانت الوثيقة وأمريكا كانت رأت إن أوكرانيا لما تتنازل عن ترسانتها النووية معنى كده إن ده أأمان للعالم فبين كلينتون بعد كده طلع قال أنا نضمان وياريتني ما كنت توسطت في حاجة زي كده بس طلع النهاردة ابتكر تاني وقال لك ده بوتين قال لي كلمة في مؤتمر ديفوس قال لي أنا مش محترم وصيقة بودابيس دي ما معناه إن هو مش محترم سيادة أوكرانيا وحيشن هجوم كوي جدا وبالفعل في 2014 شن هجوم كوي وخد شبه جزيرة الكار فعل هو ده اللي بيقولو بيل كلينتون في الآخر يا رب أكون شراحة لحضرتك الموضوع بشكل مبسط ويا رب أنسر المصر رب أنسره عرب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين